بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على عبوث العالمين كيف تقرأ القرآن كاملا أو تأخذ ثواب قراءة القرآن كاملا في أقل من دقيقتين دائما في الحديث عن عبد الله بن عباس وعن الرسول صلى الله عليه وسلم مرفوعا أن العاديات بنصف القرآن والزلزلة بنصف القرآن فلوصلت لكعتين خففتين وقرأت والعاديات ضبحة فالموريات قدحة فالمغيرات صبحة فأثرنا به نقعا فوساطنا به جمع إلى آخر الآية السورة وهذه السورة بنصف القرآن لأنها فيها قسم بالخيل والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الخيل خير وفي نواسيها الخير تشوف رب الله سبحانه وتعالى ما يقسم بالخيل مش قابلش أي خيل ده الخيل التي تجاهد في سبيل الله التي تركب ويركب عليها ويحمل عليها في سبيل الله والعاديات ضبحة العاديات الخيل التي تعدو سريعا بقوة ضبحة أي تطبح من شدة قوة الرقض والجري في سبيل الله والعاديات ضبحة فالموريات قطحة تستق الحضر بتاعة القبل بتاعة الخيل بتاستق بالأرض فتشتعل القطحة يعني تعافين أقوله الشيئ الشيئ دح فحضرة الخيل لما تستق بالأرض من قوة رقض الخيل أو جري الخيل بيحصل شررة نار فالربنا سبحانه وتعالى بيقسم بهذه الخيل وربنا سبحانه وتعالى يقسم بمشاقة من خلقه ولا يجوز لنا أن نقسم بأي شيء إلا بربنا سبحانه وتعالى بل أقسم بغير الله فقد كفر بالله سبحانه وتعالى فالمغيرات يصبح الخيل بتغيث صباحا بعد صاد الصبح قبل أن يستيقظ الكفار من نومهم فتكون هناك المباغطة والمفاجأة فيكون النصر فأصرنا به نقعا فوسطنا به جمعا فمن قوة جري الخيل تصير النقعة تصير التراب وتتوسعة الجمعة ففعلا هذا يقوي وفعلا السورة دي لأن الجهاد في سبيل الله كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحي في الحديث وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله فالسورة دي بتبين أهمية الخيل في الجهاد في سبيل الله فصورة الزلزلة من هنا بتبين أول يوم القيام فأيضا من نصف القرآن يبقى أنت لما تصل ركعتين زي ما احنا قلنا من كده صورة التكاثر بقى الف آية وقلنا أن صورة الكافرون بربع القرآن وصورة الإخلاص بسلسل القرآن أيضا من وقت الآخر تقرأ صورة العاديات وتقرأ صورة الزلزلة في الراقعة الأولى مثلا العاديات في الراقعة الزلزلة بنيت أنك تأخذ أجر قرآن الكاملة بنيت أنك تأخذ أجر قرآن الكاملة وتكون استحضرت نية الجهاد في سبيل الله في قلبك يعني إنسان ما يقرأ هذه الصورة صورة العاديات دي كانوا يعني رصاصة ألف الحديث من مات ولم يجاء ولم يغزه ولم تحدثه نفسه بغزه مات بيتة جاهلية فالسورة دي فيها الحديث فيها التحديث عن الجهاد في سبيل الله عن الخيل عن الخيل كأنك تشتاق إلى الجهاد في سبيل الله وركوب الخيل كما قال سيد عمر الخطاب علموا أولادكم الرماية وركوب الخيل وصورة الزلزلة بتبين لك أهوال يوم القيام فتقرأ صورة العاديات صورة الزلزلة يكتب لك في أقلم دقيقتين أجر تطارد القرآن كاملة صب صب عظم جدا مع أهم حاجة إخلاص النية واستحضار الأجل أهم حاجة استحضار النية وإخلاص العمل اللي سورة طالعا فأنا عفتب لكم الحديث دي تحت الفيديو تسخون شؤون وشاهد العمي في طواب العظيم العلم علما فالله أجرم عمي في يوم القيامة لنقوز لك مجرم شاين تشوش تبعي للجرس أشراك في قناة لأصلاكم كل جديد ولتساعدون عشل الصنة وكل قول آية استغفر الله ليه لكم